السبب ده هو أن مارك بيبني مغبأ سري تحت الأرض عشان يحنيه هو وأسرته وطبعاً ناس تانية من الحروب النووية والفيروسية الملجأ ده جزء من المزرعة الخاصة به واللي اسمها مزرعة كولا في منطقة تقريباً شبه معزولة من ولاية هواي وبالرغم من السرية الكبيرة اللي فرضها مارك على المشروع بسبب اتفاقية سرية المعلومات الموقعة بين مارك والشركة المسؤولة عن المشروع واللي بتمنع أي عامل في المكان أنه يتكلم عنه إلا أن مجلة وايرد الأمريكية قدرت أنها تكشف تفاصيل كتير عنه ومنها مثلاً أنه هيكلف أكتر من 100 مليون دولار وأن المزرعة كلها مبنية على مساحة 1400 فدان ومكونة من 12 مبنى وأصرين متواصلين ببعض عن طريق نفق بيوصل الملجأ اللي مساحته 5000 قدم والنفق وباب الملجأ مقاومين للانفجارات النووية والملجأ مجهز بشكل كامل بكل أدوات الحياة والنجاة لفترات طويلة وطبعاً فيه إمدادات من الكهرباء والطاقة والماء